ألقى السيد محمود توفيق وزير الداخلية بكلمة حيا فيها الحضور السيد الرئيس وتحدث عن استراتيجية التدريب والتعليم في إكاديمية الشرطة وأوضح تماماً أن الداخلية والشرطة جزء أصيل من مؤسسات الدولة هدفه الأساسي أنه يكون في حالة أمن وأمان حقيقية يشعر بها الجميع بشرط ومتلازمة مع حسن معاملة الناس والرأي العام وبرجع وفتيكر تاني الرئيس قال أنتو الخارجين هتشتغلوا مع الرأي العام هتشتغلوا مع المواطنين تتعاملوا مع الناس وده عمل مش سهل محتاج تركيز ودقة ومهارة واحترافية النهاردة كان قادة إكاديمية الشرطة اللواء مساعد أول وزير اللواء محمد إبراهيم وأحمد إبراهيم ومدير الكلية اللواء نضال يوسف والجميع كان بيتحدث بحالة من الثقة فيه الطلاب والخرجين وجرعات التدريب اللواء أحمد إبراهيم كان بيتكلم كعادته خلال السنوات الماضية ثقة كل يوم كل عام بيدخ من خلال إكاديمية وكل شرطة جيل جديد قادر على حمل الرسالة وحمل اللواء الأمن والأمان ده اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير رئيس الإكاديمية وبيتكلم بثقة وإيمان بقول إنه هذا المشهد شفته خلال السنوات الماضية وأشهد من هنا إنه كل عام يختلف عن العام الذي سبقه كل عام هناك تيكتيكات جديدة تدريبات جديدة تشكيلات جديدة فنون قتالية جديدة مجموعة من التحرقات والحركات يقوم بها القديجين بشكل إن دل على شيء يدل على التحديث المستمر التطوير المستمر أيضا شاهدنا اللواء دكتور مضال يوسف مدير الكليات شرطة وهو يلقن الطلاب قسم وهو قسم لو تعلمون عظيم أقسم بالله طلب بيقسمه على حماية الوطن وسلامة أراضيه وأن يخدموا الوطن بكل زمة وضمير أتصور إنه هذا المشهد مشهد مهيب وإحنا فيه المقصورة بنتابع نرى فرحة أولياء الأمور بتخريج أبنائهم فرحة الخريجين بتعينهم ملازم تحت الاختبار وفرحة الفرق الدراسية الثالثة أصبح ربعة وربعة أصبح خريج وتاني أصبح ثالثة وهكذا الكل كان فرحان ورأس الدولة بيجلس يتابع ترجمة نانسي قنقر